هم يعرفون فن الاسم تاعي بتناول الطعام ويجدون فن نطهه وتقديمه في فرنسا لا مكان للطعام السيء ولا عذر لوجوده أصلا ولكن ماذا لو كان المطبخ الفرنسي خارج أرضه وملعبه؟ على متن حاملة الطائرات الفرنسية هذه جيش قوامه ألفا عنصر مرابطون في مياه المتوسط ضمن قوات التحالف الدولي الذي يشن عمليات جوية في العراق والسوريا لمحاربة داعش مشهد عسكري بامتياز لحاملة الطائرات شارديغول التي اتخذت 24 من مقاتلة رفال مهبطا لها ولكن المهام القتالية لا تقتصر على هؤلاء الجنود فحسب بل ثمت جنود آخرون في الأسفل يقاتلون على نار هادئة لتقديم أشهر أطباق إلى الجنود وطاقم البحرة في الأوقات العصيبة من الضروري الحصول على فسحة من الراحة قد يكون ذلك وجبة لذيذة تساعد جنودنا على الاستمرار ومواصلة العمل وظيفتي هي إبقاء الحالة المعنوية لجنودنا عالية من خلال تقديم الأطباق الشهية والمتنوعة لهم كل يوم إذن الطعام الجيد يضمن مزاجا جيدا ولعل هذا أقل ما يمكن الحصول عليه في عرض البحر وفي وقت الحرب الجميع هنا يقدم إليهم الأطباق نفسها وقائمة الطعام يحضرها فريق من 300 طاهن بوجبتي الغداء والعشاء وتحصل السفينة الحربية شارديغول على تموينها من المواد الغذائية ما يكفي لـ 45 يوما وفيما تسعى القوات الفرنسية على متنها إلى مساعدة الجيش العراقي في معركته الوشيكة لاستعادة الموصل يسعى فريق الطهى على متنها إلى دعم قواتهم بقليل من الخبز وكثير من المتعة سمح السيد العربية